بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي طلوة الصف الثالث في مدرسة الفنية الصناعية نظام الثلاث سنوات أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من مرمجنا التعليمية ومدتنا مدت محركات السيارة كنا على مدار الحلقات السابقة كنا بدأنا في الباب الثالث الباب الخاص بمظام حق الديزل إلكترونج وكنا بدأنا الحلقيات وكنا شفنا وكنا أو عرضنا مقارنة ما بين محرك البنزين ومحرك الديزل وكنا استعرضنا مع بعض أهم خصائص محركات الديزل وكنا في مشكلة كانت بتقابلني عند بدء إدارة محرك الديزل وعرفنا إزاي أن أنا بقدر أتغلب على هذه المشكلة وكانت المشكلة دي هي كيفية بدء إدارة محرك الديزل من على البارد ولذلك أنا لجأت أن أعمل دايرة خاصة لتسخين المحرك أو لبدء تسخين المحرك الديزل عند بدء إدارة من على البارد اللي هي دايرة شموع التسخين قلنا انتقلنا لبعد نظام نظام بدء إدارة محرك الديزل من على البارد لأنواع منظومات حق الديزل النهاردة إن شاء الله بإذن الله هنبدأ مع بعض أو هنستعرض مع بعض سريعا أنواع منظومات حق الديزل ونخش بعد كده على مكونات نظام حق الديزل إلكترونجي يبقى إذن النهاردة إن شاء الله بإذن الله هنبدأ مع بعض نتعرف على الأنواع المختلفة لأنظمة حق الوقود الديزل وبعد كده نقرب شوية من المكونات الخاصة بمحرك الديزل أو دايرة إمداد المحرك الديزل بالوقود النهاردة إن شاء الله بإذن الله تحت عنوان النظومات المختلفة لأنظمة حق الوقود الديزل تعالوا نبدأ مع بعض نسترجع اللي كنا قلناها علشان كمدخل مهم جداً لياً علشان أوصل له هذه المكونات قلنا المنظومات المختلفة لدنظام حق الوقود الديزل الإلكتروني اللي هي كانت بتبدأ أول حاجة συνته Mercury أيضاً من نظام حق الوقود الديزل بمضخة مستقيمة وده هيبقى توجد لحلقة خاصة بذاته عشان نشرح فيوه منظومة حق نوقود الديزل المستقيمة أيضاً من ضمن من هذه المنظومات نظام حق نوقود الديزل بالمضخة الدوارة وده أيضاً هيبقى ليا حلقة مفردة لشرح هذه المدخة في بعد كده عندي نظام حق نوقود الديزل بوحدة حق منفصلة ده أحد أنواع محركات الديزل أو إمداد المحرك بكمية الوقود في عندي نظام آخر اللي هو نظام حق نوقود الديزل بخط مشترك وبعد كده في عندي نظام حق نوقود الديزل بتحكم إلكتروني كامل تمام؟ كنا قلنا مع بعض شوفنا المقطط خلي بالك أن الجزء ده من نسبالنا مهم جدا ده منه بيجي يعتبر كسؤال يعني ممكن يقول ما هي أنواع منظومات حق نوقود الديزل أو ممكن يقول لواحد من ده بيبقى سؤال مفرد بزاده أو قائم بزاده أول حاجة له أنظام حق نوقود الديزل بمضخة مستقيمة ده المقطط بتاعي ده عبار عندي آجل إيه المضخة طبعا عدد المخارج اللي عندي هنا تمام؟ دي بتبقى بعدد استوانات المحرك وكنا قلنا قبل كده دي عبار عندي عن مضخة المضخة دي بتضم مجموعات أو وحدات الضغط بتبقى مجمعة مع بعض في جسم واحد وعلاقات مستقيمة لذلك بتطلق عليها اسم المضخة المستقيمة كل مخرج من دول كل مخرج من دول ده بيدي عندي رشاش لطبعا استوانات المحركة بعد كده كان في عندي النظام التاني لو نظام حق نوقود الديزل ده اللي احنا صردناه في صورة نقاط احنا انا بنشوفهم بالمخطط بتاعه اللي هي نظام حقن الوقود الدوار اللي هو بنظام او ذات اللي هي الموزع ادي الشكل اللي عندي اهو ده عبار عندي الاسم اللي احنا شايفينا دي دي تشير الى عدد المخارج بتاعة الاستوانة بتاعة المضخة يعني دي بتعمل بعض محرك ست سلندر تمام؟ بيبقى عبار عندي عم وحدة حقن واحدة دي اللي هي بترفع ضغط الوقود لضغط الحقن ويتم توزيحها للرشاشات المحركة في بعد كده في عندي نوع اخر النوع ده اللي هو بنسميه نظام حقن الديزل بوحدة حقن منفصلة زي ما انا شايفين ده بيبقى عبار عندي مضخة حقن وقود وعندي دي عبار عندي بتبقى زي رشاة او زي استوانة او بسميها مصورة توزيح وبعد كده منها الى الرشاش بيبقى بسميها وحدة حقن منفصلة في بعد كده نوع تاني اخر اللي هو بنسميه نظام حقن وقود ديزل بخط مشترك زي ما انا شايفين اهو ده عبار عندي قدم ضغط حقن الوقود وهنا فايداتها لرفع ضغط الوقود لرفع لضغط الحقن بعد كده في عندي انبوبة او بسميه خط الـ المشترك وبعد كده خارج عندي مخارج طبعا دي بعدد استوانات الـ المحرك اهو منها الى الرشاش طبعا الرشاش اللي هو المثبت داخل غرف الـ الاحترق في بعد كده عندي اللي هو النظام الخامس اللي هو نظام حقن وقود الديزل بتحكم الالكتروني كامل كل الانواع اللي احنا ذكرناها سابقا دي طبعا منظومات حقن وقود ديزل كانت تقلي دي او ميكانيكية يعني ما فيش فيها تحكم كهربشي تمام او تحكم الكتروني طبعا زي احنا عارفين في الباب الايه التاني الباب التاني كحتي ده كان بيكلم على نظام حقن وقود البنزيم الكتروني طبعا انتو من خلال الباب ده درست او عارفنا ان كان فيه مشاكل بالنسبة لطرق امداد المحرك البنزيم بطرق التقليدية اللي هو عن طريق المغزي او الكاربيراتير وقولنا ان الكاربيراتير ما كانش بيلبي حاجة المحرك عند ظروف التشغيل المختلفة وطبعا نظر للتطور التكنولوجي وادخال عنصر التحكم الكتروني قدرت ان انا استفاد من تكنولوجي العصر وقدرت ان انا احسن من اداء طبعا محرك البنزيم طيب محرك الديزل ايضا كان ليه نصيب كبير جدا من استخدام تكنولوجي العصر هو نظام التحكم الكتروني في التحكم في امداد المحرك بكمية الوقود التي تتناسب مع ظروف تشغيل المحرك وطبعا من خلال الباب التاني كنا درسنا وعرفنا ان لما قدرت ان انا اتحكم الكترونيا في كمية الوقود التي تناسب مع ظروف تشغيل المحرك في محرك البنزين قدرت أن أزود قدرة المحرك وعزم المحرك عند نفس الحجم يعني عملت مقارنة ما بين محرك تقليد ومحرك حديث بلا أن المحرك الحديث قدرت أن أخذ منه قدرة أعلى عند نفس الحجم نظرا للتحكم الدقيق في كمية الوقود طبعا لها تتناسب مع ظروف تشغيل المحرك وأيضا قدرت أن أقلل من الملوثات المبعثة من المحرك برضو هذا يرجع لتجانس ودقة كمية الوقود التي تتناسب مع ظروف تشغيل المحرك أيضا في محرك الديزل قدرت أن أحدد احتياجات المحرك من كمية الوقود ولذلك قدرت أن أحصل على قدرة أعلى وعزم أكتر بالنسبة لنفس حجم المحرك وأيضا قدرت أن أتحكم في الغازات العادة المبعثة من خلال المحرك ليه قدرت أن أنا أوصل أن أقدر أحدد كمية الوقود وبالتالي قدرت أن أنا أوصل لعملية الاشتعال الكامل للشحنة ده بينتج عنه أيضا زي ما قلت لك اللي هو تقليل المبعثات الضرة من المحرك وأيضا زيادة قدرة المحرك وبالتالي أيضا لما أجأ أتكلم على نظام التحكم الإلكتروني في المحركات الديزل في عدة أنواع بالنسبة لنظام المحرك خلي بالك أرجع أقول أن أنا عندي بقولي منصومات حقن وقود الديزل خلي بالك من السؤال أن ده سؤال وده سؤال في سؤال ممكن يجي يقولي ما هي منصومات حقن وقود الديزل أقول له معبار عندي عن خمس أنواع اللي احنا قلناه لو عندي مضخة مستقيمة مضخة دوارة خط مشترق عندي الوحدة المنفصلة خمس حاجة لهو نظام حقن وقود الديزل الإلكتروني نظام حقن الديزل إلكتروني فيه منه أنواع فيه منه ايه أنواع ده اللي احنا نشوفها تلوقتي مع بعض نبقى نقول تاني أنا عندي ممكن السؤال يجي بالصيغة دي في الحتة دي بالذات يقول لي ما هي منصومات حقن وقود الديزل تمام؟ هقول لهم معبار عن خمس أنواع تاني هم نبقى عندي اللي هو نظام تمام؟ اللي هو نظام ايه؟ ترمام كده المضخة المستقيمة وبعد كده تمام اللي هو نظام المضخة ذات الموزع أو الدوارة بعد كده اللي هو نظام تمام وحدة حقن المفصلة وبعد كده اللي هو تمام الخط المشترك وبعد كده نظام حقن وقود الديزل إلكتروني ممكن سؤال في ده يعني ممكن يجيب لي سؤال مفرد يقول لي مثلا وضح مع الرسم نظام حقن وقود الديزل بمضخة مستقيمة اللي هي الرسومات اللي احنا عرضناها مع بعض يبقى احنا كده عرفنا أن أنزمة حقن وقود الديزل اللي هم عبارة عندي عن خمس أنواع النوع الخامس فيهم لو أنظام حقن وقود الديزل الإلكتروني طبعا نشوف تحت العنوان ده فيه ايه يعني فيه ايه منظومات ايه هي منظومات بقى حقن وقود الديزل إلكتروني تعال نشوف كده مع بعض عندي بيقول لي أن خمسة لو أنظام حقن وقود الديزل بتحكم إلكتروني كامل تمام في عندي أنواع بقى فيه أنواع داخل النظام ده تمام في عندي أول حاجة لو أنظام التحكم إلكتروني فيه كمية الحقن بمضخة تلحق نظام بوش. تمام؟ قالي الرسم بتاع وخلي بقى كن ممكن ده يبقى ايضا سويلا. تمام؟ ادي عبارة عندي لما اقول نظام تحكم الكتروني. كل اللي انت شايفوا اللي هو اخدوا اللون الاصفر دي. ده كل ده دي مجموعة من الحساسات. اللي بتدي معلومات عن حالة تشغيل الايه المحرك لكونترول يونت او وعدة تحكم الكترونية. وعدة تحكم الكترونية بتتحكم في مضخط الايه الحق. حتى بص الاسم عندي ايه? نظام التحكم. النظام التالكتروني اللي التحكم فيه كمية الحق بالمضخة. بالايه؟ بالمضخة. يبقى كل الاصفر ده تمام؟ دي عبارة عندي تشير الى مجموعة الحساسات اللي رجب على المحرك. بتدي معلومات عن حالة تشغيل المحرك لكونترول يونت او لوحدة تحكم. ووحدة تحكم بعد كده بتتحكم في الايه المضخة. في عندي نوع اخر. اللي هو بسميه نظام الكتروني للتحكم فيه كمية الحقن بنظام بسميه جي ام. ده احد انواع عنظمة التحكم الكتروني فيه نظام حقن الايه وقود الديسل. ادي الشكل بتاعي. كل دي برضو. كل اللي انا بشير اللي ده من واحد الى ستة. ده عبارة عندي عن مجموعة من الايه الحساسات. تمام؟ كل دي مجموعة من الحساسات. بتدي معلومات لكونترول يونت او وحدة تحكم. وحدة تحكم بتتحكم فيه بتتحكم في الحواقن او الرشاشات. تمام؟ او اللي هي بتدي اشارة قربية. الرشاش يعمل. هو ان الرشاش ده هيعمل باشارة قربية زي ما هنعرف. ان شاء الله بازن الله في نهاية الباب التالت. تمام؟ ايضا فيه نظام تاني. بسميه نظام الكتروني للتحكم فيه كمية الحقن بنظام بوش. خلي بالك. فيه عندي اتنين بوش. فيه واحد الاولان اللي هو كان بتحكم بتحكم فيه المضخة. اما النظام ده عبارة عندي عن نظام تحكم كامل في النظام. بص الايه الرسم بتاعي. كل ده اهو. كل دي. دي ما عبارة عندي عن مجموعة من الايه الحساسات. دي تشير الى مجموعة منين من الايه الحساسات. طبعا الحساسات دي بتدي معلومات عن حالة تشغيل محرك. درجة حرط المحرك. درجة حرط مية الايه التبريد. درجة حرط الهوى اللي داخل. كمية الهوى الايه الدخلة. سرعة المحرك. اه سرعة عمونا. كل دي معلومات عن حالة تشغيل الايه المحرك. هزي المعلومات كلها بتروح طبعا ليه او لوحدة الايه التحكم. ووحدة التحكم بتبدأ ان هي تتحكم في الرشاش. اللي هو زمن فتح الايه الرشاش. تمام? يعني الرسم اللي عندي ده. فيه عندي هنا خطين. فيه عندي ان هو نظام الايه او مجموعتين. مجموعة التحكم الالكترونية بالاضافة الى مجموعة الايه الوقود. يعني كل اللي اخد اللون ده. كل اللي انا بشير ايه ده. دي عبارة عندي عن مجموعة الحساسات اللي بتدي الايه الاشارة لكنترول يونت. تمام? كل ده. كل ده. اهو اللي انا بشير ايه ده. لو اخد الايه السهم اللي ايه البرتواني او الاصفر اللي قدامك ده. كل ده عبارة عندي كل دي مجموعة حساسات تمام نجي خط امداد المحافظة بالوقود اللي هو بتجي عندي من اول الخزان وبعد كده عندي هنا المضخة ماشي مضخة رفع ضغط الوقود طبعا الوقود اللي خارج هنا لو بضغط الحق بستقبله فيه الخط المشترك ومن خط المشترك بيتم توزيعه طبعا للرشاشات تمام ده بسميه نظام تحكم الكتروني كامل نظام بوش كان فيه نظام بوش قبل ده لو اتحكم في المضخة فقط تمام في عندي الاجزاء بقى الالكترونية لمنظومة حق للوقود الديزل ذات التحكم الالكتروني يعني من خلال حتى الرسومات اللي احنا شفناها مع بعض او الانظمة المختلفة للنظام التحكم الالكتروني اقدر اقول ايه هي طبعا زي من خلال الرسومات اللي احنا استعرضناها مع بعض وقلنا ان عندي النظام عبارة عن مجموعة من الحساسات كل دي معلومات رايحة الكونترونية بياخد المعلومة دي طبعا بيعمل عملية المعالجة والمقارنة وبناء عليه بيدي امر تشغيل المشغلات كل ده دي مجموعة حساسات معلومات رايحة للكونترونية تمام كنترونية بياخد المعلومة تمام وبناء عليه بيدي امر المشغل عوصين بقى ننتقل لنقطة مهمة جدا اللي هي مكونات منظومة حق نوقود الديزل النقطة دي طبعا مهمة جدا طيب خلينا كده عشان نبقى برضو يعني نعمل مراجعة سريعة ما بين ال ايه اللي احنا درسناه قبل كده وهنا نقوله ان شاء الله بنزم للجزة ده انه مهمة جدا يعني لو قلنا ان عندي نظام امداد محرك البنزين بالوقود بيبدأ من اول فين وبينتهي لغاية ايه يعني لو عندي محرك تقليدي كلنا عارفين ان في عندي خزان للوقود ده بحتفظ به كمية الوقود عشان يديني مسافة تسير تمام بعد كده طبعا الوقود موجود في التنك او في الخزان ومعروف ان الخزان بيكون موجود في معظم العربات مثلا الملاكي بيكون موجود في خلف الايه العربية تمام طبعا موجود المعروف عندي ان الخزان في مثل العربية الايه الملاكي بتبقى الخزان منخفض او ارتفاعه منخفض عن الايه المحرك الموجود في المقدمة يبقى اذا لازم ايه مضخة المضخة دي بتاعنا على ايه سحب الوقود من الخزان ودفعه الى المحرك لو موجود فين في المقدمة طيب مفروض ان انا عاوز اخلي الوقود بتاعي يكون خالي جدا من الـ A الشاب ولذلك لابد من وجود فلتر علشان أعمل عملية تنقية للـ A للوقود طيب يبقى إذاً أول حاجة عرفناها أن في عندي خزان في حاجة عندي مضخة تمام مضخة دي بتعمل عملية سحب الـ A للوقود وبعد كده في عندي فلتر علشان أعمل عملية تنقية للـ A للوقود لو بنتكلم على سيارة محرج بنزيم تقليدي يبقى معنى كده أن الوقود هيوصل بعد كده للمغزة أو الكربيراتير وده فيديته بيعمل له عملية خلط ما بين الهoa ما بين البنزين طيب ده بالنسبة لمحرك البنزين ونيجي بقى لمحرك الـ الديزل محرك الديزل المفروض برضو هيبقى فيه خزان تمام هيبقى فيه مضخة اللي بتعامل عملية سحب الوقود بتعامل عملية سحب الـ الوقود من الخزان علشان أوصله لمحرك تمام موجود محرك الديزل احنا بنسميه محركات الاشتعال بالضغط او بسميها محركات الاشتعال الزاتية واحنا عارفين قبل كده وشفنا في بداية الحلقات بتاعة الباب الايه التالت قلنا ليه سميته محرك الاشتعال بالضغط نظرا ان انا بسحب هوا وبضغط هوا وبعد كده بحقن عليه الوقود ويكون في صورة زرات صغيرة جدا وقلنا علشان يحصل عاملة دمج او مسج ما بين الهوا المضغوط وما بين زرات الوقود المحقونة بوسطة الرشاش لابد ان الوقود ده يخرج بضغط عالي جدا عشان يقدر يخترق ضغط الهوا الموجود داخل غرف الايه الاحتراء وبالتالي هنا بقى بيزيد محرك الديزل اللي هو بيبقى فيه مضخة تانية بسميها مضخة حقن الوقود مضخة حقن الايه الوقود ونظرا ليه مدى حساسية وضقة هذه المضخة فلابد ان انا بضمن ان يكون الوقود اللي داخل عندي منظومة حقن وقود الديزل لازم يكون نقي جدا يكون خالي جدا من على عد مقدر يكون خالي من الشوائب وبالتالي بلا ان الفلتر الوقود بيكون يعني بيكون مش واحد بقى اذا محرك الايه البنزيم لا بيكون اتنين فيه عند الفلتر الابتدائي والفلتر الايه السنوي او بسميه الفلتر الايه الابتدائي والسنوي او الناعم والايه الخشن خشن لو هو الابتدائي والسنوي لو بسميه الفلتر الايه يبا ايسا اقدر اقول حاجة بسيطة جدا ان احنا اعوزين نتعرف مع بعض ايه هي مكونات منظومة امداد المحرك بالوقود لو محرك ال ايه الديزل هتبتجي من عندي من اول ال ايه الخزان طيب تعال نشوف كده مع بعض تحت هذا العنوان هيتم دراسة ايه مع بعض يبا احنا هنتكلم على مكونات منظومة حق الوقود الديزل وهبتجي اول حاجة لهو ال ايه الخزان ادي شكل ال ايه الخزان زي ما احنا شايفين طبعا نيجي نقرأ مع بعض البيانات وبعض عندي ادي فتحة ال ايه التهوية فتحة التهوية هنا علشان اعمل تعادل ما بين ضغط خارج ال ايه الخزان اللي هو الضغط الجوي والضغط داخل ال ايه الخزان بعد كده في عندي العوامة اللي دي منتصل بيه مؤشر في التبلوء امام الساكل اللي تدي له كمية الوقود المتبقية داخل ال ايه الخزان بعد كده بيبقى في عندي غطى للخزان لو عن طريقه بيتم اعادة ملء ال ايه الخزان مرة اخرى بكمية الوقود في عندي امبوب ال ايه الراجع لو از الفائد عن حاجة المحرج بيرجع مرة اخرى ال ايه الخزان وفي عندي امبوبة اللي هو ال ايه السحب لها متصلة بعد كده طبعا بيه خط بقى امداد المحرج بالوقود لو بعد كده هتلاقي المضاخة والفلاتر وما الى ذلك وفي عندي طب التناء او فتحة ايه تفريغ دي طبعا علشان ممكن عن طريقه ان انا ممكن اعمل نظافة بعد كده للايه الخزان تعالي ننتقل مع بعض المواصفات هذا الايه الخزان ايه هي طرح الشروط الواجب توفرها في الخزان او ما هي المواصفات الفنية الخاصة بالخزان بقول لي اول حاجة ان يصنع من مادة لا تتفاعل مع مركبات وقود الديزل يعني بيصنع من معدن مثلا على سبيل المثال لو انا قلت مثلا هصنعه من مادة البلاستيك وجيت حطيت فيه وقود الديزل ولليه حصل تفاعل كميائي ما بين البلاستيك والوقود معنى كده انه حصل تأكل سريع للخزان ده اللي هو اللي بقول عندي ان انا لازم اصنعه من مواد او من معادن او من مواد يعني لا تتفاعل مع وقود الديزل تاني حاجة بيقول لي ان تكون المادة المصنع منها قوية تتحمل ظروف التشغيل انا نقول ان ده هيكون راكب عربية او راكب على مواد تقيلة محركات الديزل طبعا تتعمل مع عربات من اول عربات الفئة الملاك ونص نقل والنقل والنقل تقيل وموادات تقيلة كل دي طبعا بيبقى ظروف التشغيل بتاعتها ظروف شقة جدا فلابد ان يكون عندي المعدن اللي بيصنع منه القزان يتحمل ظروف التشغيل ايضا من ضمن مواصفاته لابد من احتواءه على منقي مبدأ عند فتح الدخول الوقود انا قلت لك انا محركات الديزل اللي خاصة اللي ما نيجي ندرسها ان شاء الله بإذن الله اللي هو الاجزاء الخاصة بضغط الوقود اللي هو الضغط العالي بتبقى اجزاء دقيقة جدا وحساسة جدا لابد ان الوقود اللي داخل اليها بيكون يعني بيكون خالي تقريبا من الاي الشوائد ولكن خلنا نقول ان معدات الاي الديزل او من العالية محركات الاي الديزل بتعمل فيه ظروف قاسية وتبقى فيه مناخ ممكن يكون فيه اتربة ولابد من وجود مصفة خارجية او مصفة مبدئية بتتحط قبل فتحة الخزان علشان على ايه يعني على عد مقدر احاول ان انا اتخلص من الشوائب اللي كن يعني حجمها كبير نوعا بعض ايضا بيقول لي من ضمن الشروط الواجب توفرة فيه الخزان او مواصفاته ان يوجد به فتحة لدخول الهواء الجوي ودي طبعا مهمة جدا علشان اعمل تعادل ما بين الضغط داخل الخزان والضغط خارج الخزان والضغط الجوي علشان يستمر عملية سحب الوقود من الخزان لو ما فيش هذه الفتحة او ما حصلش تعادل ما بين الضغط داخل الخزان والضغط الجوي طبعا ده هيقدي الى عدم سحب الوقود من الخزان ايضا بيقول لي ان تكون ساعته بعدد لترات من الوقود مناسبة لاستخدام المركبة او المعدة التي تستخدم الايه المحرك والشرط ده بيكون مهم جدا جدا يعني ليه كانت تتخيل على سبيل المثال انا بقول ان انا وعندي مثلا اوتوبيس سياح اوتوبيس اوتوبيس مثلا لنقل الركاب ما بين الايه المحافظات تمام وجيت عملت خزان الخزان ده بيشيل عدد لترات صغير من الوقود يعني بممكن يديني مسافة تسير مثلا مثلا متين كيلو متر معنى كده ان العربية ده او المتوبيس ده لابد من كل متين كيلو متر ان هو اتوقف او يكون موجود محطة عادة ايه توميل ليه علشان يقف يتزود بالايه الوقود طيب ده اللي باتكلم لو عربيات مثلا بتعمل داخل المدينة ولكن انا في مجال ظروف تشغيل زي مطلق محرك الديزل غير محرك البنزين تماما محرك الديزل ده بيعمل على الايه اللوتوبسيات على اللوريات على الايه المعدات التقيلة اللي موجودة مثلا في الصحراء طبعا ظروف التشغيل هنا كل مكان الخزان بتاعي بيشيل كمية اكبر من الوقود فده ممكن يديني عدد ساعات تشغيل اطول او مسافة تسير اعلى بالنسبة للسيارة او للمركبة وبالتالي هنا ممكن انا بقول ان انا اه يفضل ان انا بركب خزان كبير علشان يشيل كمية وقود اكبر عشان يديني مسافة تسير ايه اكبر ده المفروض اللي هو توفر في الايه الخزان طيب تعال نشوف كده مع بعض ايه اطارة اللي هنعرفه تاني عن خزان الايه الوقود ايضا ادي فيديو الفيديو ده هنشوفه اللي هو طبيعة عمل الايه اللي عندي الايه الخزان طبعا زي ما قلتلك زي ما احنا شايفين قبل ما اشغلك الفيديو الجزء اللي احنا بنتكلم عليه طبعا بيوريني هنا ادي الخزان وطريقة تثبيته في اسفل الايه السيارة تعال بقى نشوف مع بعض هنا بيكلمني على الخزان زي ما قلتلك انه الخزان بيركب زي ما شايفين ده الخزان ودي عبار عندي مجموعة الانبيب اللي هي بتطلع من الخزان علشان توصل الوقود للمحرك بالامام وزي ما قلتلك ان انا بحاول على قد ما اقدر ان انا بحط الخزان بتاعه في مناطق امنة داخل الخزان من جوه بيبقى في بعض الحواجز علشان اقلل من التموجات اللي بتصليه الوقود نتيجة اهتزاز المركبة وزي ما قلتلك وشوفنا مع بعض في الصورة الموجودة عندنا في الكتاب بيكون عندي مزود بيه فتحات فتحات دي بتبقى عبار عن فتحة اعادة ملء الوقود زي ما شايفين عشان وتبقى طبعا موجودة بيه جانب السيارة عشان تبقى سهل الوصول اليها دي انواع مختلفة من المركبات ما بين عربيات ملاكة او عربيات لوري او ميكروباس دي عبار عندي مجموعة الانبيب اللي هو بتبقى موصلة الوقود من الخزان الى مهدات نقل الوقود او مهدات حقن الوقود الموجودة فيه امام السيارة وزي ما شايفين الانبيب دي بتمشي او بتسري في تحت جسم السيارة زي ما قلتلك عندي بعد كده فيه مجموعة طبعا لها الفلاتر اللي هي بتاعمل عملية حجز لعزيل ايه الشوايب تمام وده ادي مصار الوقود اللي هو من اول عندي الخزان غيرت ما بوصله موضات حقن ايه الوقود زي ما قلتلك ان لابد ان ايه الخزان بيقع فيه مكان امن بالنسبة للسيارة ولذلك هو بيقع امن مكان ايه انه بتحط فيه خلف ايه السيارة تحت تمام ولابد ان المكان ده انه هو يكون امان علشان يقدر تحمل ظروف تشغيل الايه المختلفة وزي ما قلتلك ان فيه عند طبعا مجموعة مجموعة من الخراطيم ويه ايه الانبيب الانبيب بتبقى عبارة عن شبه صلبة او بتبقى لو الضغط الواطي بالنسبة للضغط العالي بتوصنع من انابيب صلبة ده ان شاء الله بإذن الله هندرسه مع بعض الانواع الايه الانبيب ده قادي اللي هو مغاية ما بوصل الوقود من الايه الخزان مغاية ما بوصله ليه الامام ليه الرشاش اللي رابط فيه طبعا رابط داخل غرف الايه الاحتراء بعد كده في عندي مجموعة ايه انابيب توصيل الوقود اللي احنا شرنا ليها انه طبعا زي ما قلتلك ان انا عندي قبل مثلا ما نخش في الجزء ده انا قلتلك ان عندي مثلا الخزان بيطلع الوقود بعد كده للفلتر طب الوقود ده هيمشي من خلال ايه هيمشي من خلال انابيب الضغط المنخفض وعندي انابيب الضغط الايه العالي انابيب الضغط المنخفض يعني معنى كده ان عندي الدايرة بيبقى ضغط الوقود فيها بين القاسم لجزء ايه الضغط المنخفض لو بيبدأ عندي اللي هو من أول ما الوقود بيخرج من الخزان بعد كده اللي هو الفلتر وبعد كده المضخط الدفع ومضخط التحضير ده كل ده ضغط منخفض أول ما بالوقود ما بيوصل لمضخط حقن الوقود ويخرج بقى منها ده بسميه الضغط العالي وإحنا عارفين أنه فيه علاقة ما بين المعدن وقطر وسمج الأنبوب وقيمة الضغط المار من خلاله طبعا بحنا كده النهاردة عرفنا أول جزء من المكونات الخاصة بموادات حقن وقود الديزل اللي هو الـ الخزان شفنا المواصفات بتاعته شفنا شروط الواجب توفرة في الخزان مع عرض فيديو الفيديو ده طبعا وضح لتركيب الـ الخزان إن شاء الله بإذن الله نستكمل مع بعض المكونات نظام حقن الوقود الديزل في حلقات قادمة وأترككم في راية الله وأمني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة